أظن كتير جداً مننا ملاحظ كثرة الطلاق في الفترة الأخيرة دي كتير جداً بيطلقوا وللأسف الشديد بيحصل في أول سنة زواج متخيلين لما الناس تطلق في أول ثلاثة أشهر أول أربعة أشهر أول سنة وأول سنتين ونسب كتير جداً لو درتوا ترجعوا لها حتلاقوها تصل لـ 15 و 16 و 20% من إن حالات الطلاق التي تحدث بتكون في أول سنة وسنتين من الزواج يا ترى إيه الأسباب اللي أدت بينا للأمر ده وهو أمر خطير جداً وواجب علينا إحنا كأفراد وكدولة إن إحنا نعلجه السلام عليكم ورحمة الله أمر الطلاق هو أمر مشروع في الفقه الإسلامي محدش أبداً قال إنه هو ممنوع ممكن الرجل يتزوج امرأة وبعد كده يكتشف إن المرأة دي لا تناسبه أو إن المرأة تكتشف إن مش ده زوج الأحلام اللي كانت بتحلم به ويحصل الفراق والطلاق لأي أسباب سواء كانت مقنعة أو غير مقنعة مش ده الموضوع اللي أنا بتكلم فيه لكن اللي أنا حابب أركز عليه قوي إيه اللي وصلنا للدرجة دي إن معظم حالات الطلاق دلوقت بتحصل في أول سنة أو سنتين اللي هي المفترض أحلى سنين العمر بين الرجل والمرأة ولما الواحد بحث في الأمر ده وشاف الأسئلة اللي بتيجي كتير ليه على الصفحة اكتشفت إن فيه مجموعة من الأسباب ممكن نحصرها في عشر أسباب رئيسية يريد كده نسمحهم ونركز فيهم علشان خاطر نتجنب الأسباب دي وما نقعش فيها وكل شاب وكل بنت لما يسمع الكلام ده من قبل ما ياخد خطوة الخطوبة أو الزواج يراجع نفسه ألف مرة في الاختيار تدخل الأهل في حياة الزوج والزوجة وده للأسف الشديد بيحصل كتير جدا أم الزوج غيرانة على ابنها عشان دخل حياة جديدة وفيه زوجة جديدة بتهتم بيه أحيانا بيحصل الأمر ده أبو الزوج عايز يتحكم في ابنه وامرات ابنه غصب عنهم في أكلهم وشربهم ونمهم وكل شيء كأن الولد ما تزوجش ولا أصبح مسؤول وهنا بقى رسالة للأهل بعد الولد ما يتزوج يريد تتجنبوا شوية وتسحبوا نفسكم شوية من حياة أبنائكم علشان خاطر يرسموا حياتهم ويكملوا زي ما هم عايزين تدخلوا في حالات الضرورة لو فيه مشكلة أو نحو ذلك لكن عمال على بطال وأوامر ونواهي وكمان الأم تتحكم في شقة ابنها وتدخل على زوجة ابنها بالليل وبالنهار برحيطها ده أمر لا يرضي عقل ولا شرع ولا أي حد في الدنيا أما السبب الثاني وهو سبب مهم جدا عدم تعرف الزوجين على بعضهم البعض في فترة الخطوبة أحيانا بتبقى فترة الخطوبة فترة الكد وزي ما هو شائع كده كل خاطب كاذب هو يتجمل قدام خطبته وهي تتجمل قدام خطبها وما يصرحوش بعض بحياتهم والأفكارهم ولا كل شيء بيحبوه أو يكرهوه وبعد الزواج الملاك اللي كان شايفها ملاك بقت شطان وهي كاللي كانت شايفها زوج المستقبل بقى بالنسبة لها واحد معقد وبيضيح حياتها وعمرها على الفاضي وبسبب عدم التعرف الجيد على طول نفكر في حل وهو الطلاق والانفصال وده بسببكم انتو فيريد تحسنوا الاختيار قبل ما تاخدوا الخطوة دي أما السبب التالت من الأسباب اللي بتؤدي للطلاق المبكر هو بعدين عن شرع ربنا سبحانه وتعالى في كيفية حل المشكلات مثلا ربنا وضح لنا لما تحصل مشكلة بين الرجل والمرأة في حاجة اسمها الوعظ أولا وبعد كده في حاجة اسمها هاجر في المطجع وفي حاجة اسمها ضرب غير مبرح وبعد كده لو ما نفعش كل ده خلاص فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها علشان يصلحوا بين الرجل والمرأة لكن دلوقتي للأسف بيجي الحكام وخاصة من طرف الزوج يلا طلقها واخلص منها احنا نجوزك أفضل منها ومن أهلها كلهم أو طرف من ناحية الزوجة يلا اهل تجربة واعتبريها كده حاجة فشلت في حياتك وخلاص وبكرة تتجوزي سيتسيده فبدل ما بقوا وسائل حل بقوا وسائل لتعييد المشكلة أكتر أما السبب الرابع هو الأسباب الاقتصادية الزوج ممكن تحصل له ضائقة مالية أو ما يلاقيش فغلة أو عمل والزوجة ممكن نفس الوضع تتضرر من الحالة دي فيبقى الحل يلا بنا نطلع بقى ونخلص ما فيش حاجة اسمها نرضى بقضاء الله ما فيش حاجة اسمها نسنت بعض ونتحمل ما فيش حاجة اسمها خلينا ظهرنا في ظهر بعض فين يا جماعة الكلام اللي تربينا عليه مع أبائنا وأمهاتنا عادي نعيش مع بعض واللؤمة نقسمها نصين ونستحمل ونجوع بس نكمل حياتنا ونستمر لكن دلوقت شوية فلوس مش موجودين يلا بينا كل واحد وروح لحاله أما السبب الخامس بقى من أسباب كثرة الطلاق هو الخلل في الاختيار الخلل في الاختيار سواء كان من جانب الزوج أو من جانب الزوجة فالزوج بيدور على الجميلة صحبة المال اللي عندها عيلة كبيرة علشان يستفيد بقى مصالح والكلام ده كله فلو لم يجد هذا الكلام بعد الزواج حيبقى الأمر البسيط اللي يفكر فيه هو الطلاق والزوجة بتفكر في واحد غاني كده ومريش وعنده فيلة وعربية وشغال في وظيفة خيالية علشان خطر يوفر لها كل حاجة وناسه هم اللي اتنين إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جانب المرأة إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعله تكون فتنة في الأرض وفساد عريض وظن ما فيش فساد أعرض من الطلاق اللي موجود دلوقت وفي جانب الرجل قال له فاذفر بذات الدين طربت يداك اخترها جميلة وغنية وصحبة حسب ونسب بس ياريت ادي الرقم واحد علشان الدين هو اللي حيخليها تتحملك وتشوف المشاكل اللي بتحصل إيه وتدور على حلول مش على طول تقولك طلقني أما السبب السادس بقى عدم الكفاءة بين الزوجين الرجل فقير إلا يحيخطب واحدة ويتجوز واحدة غنية فبالتالي الطلبات حتبقى كتير وممكن هم يرعوا الظروف الاقتصادية بتاعته ويتقبلوه ويبونس متوضعين لكن في أغلب الحالات لو كان الزوج فقير والزوجة غنية وتوماتيك حتبقى عايزها تعيش نفس عيشة أهلها اللي تربط عليها بس هو مش قادر طب ما أنت ليه من البداية؟ ما تختار كده اللي تنسبك فكراً وتنسبك اقتصادياً وتنسبك اجتماعياً علشان خاطر تقدر تكمل حياتك أما السبب السابع اللي بيؤدي للطلاق وكفرة الطلاق أن الزوج ممكن يكون مدمن للمخدرات بيشرب خمرة بيشرب أي نوع من أنواع المخدرات بقى حضراتكم عارفين أكتر من الكلام ده والزوجة تقبل بيه في الخطوبة وبعد الجواز هي ما تتحمل لأنه طبيعي حيهملها في حياتها الخاصة وحيهملها كمان في حياتها العامة وحيبيعها كل اللي وراها واللي قدامها عشان مزاجه أنت ليه من البداية تحط نفسك في موقف زي ده وتقبل تتجوز واحد أصلاً ما بيخافش من ربنا هيخاف عليكي ولا على أهلك فياريت نركز كويس في الأمر ده فلو الزوج بيشرب أي نوع من أنواع المخدرات في فترة الخطوبة اوعي تقبالي أبداً ولا تتنزلي ولا تدخلي أصلاً بيتي أما السبب الثامن هو كذب الزوج على الزوجة ويتزوج بأخرى الزوج يروح يتزوج واحدة تانية وثالثة وربعة ويكذب على الزوجة وما يعرفهاش وفي الحالة دي لما الزوجة تعرف أوتوماتيك هتطلب الطلاق لأن حضرتك خبيت عليها أو تلعبت بيها وده أمر ليس بالهين لكن نصحت ليك عرفها وخيرها إما أنها تقبل وتستمر وتكمل أو أنها تنفصل وإنت تجوز التانية هنا مش مشجعك على الأمر ده وأنك تطلق لا لكن خليك صريح فالصدق منجاه والكذب كله تهلكة ياريت من البداية تبقى واضح مع زوجتك وتعرفها كل شيء في حياتك عشان خاطر وقت القرار محدش يندم عن نتيجة أما السبب التاسع وقبل الأخير من أسباب الطلاق الكتير في أيامنا دي هو ده الموبايل الموبايل اللي بيجعل الزوج والزوجة دلوقتي قاعدين مع بعض في شقة واحدة لكن للأسف في خرص زوج بينهم ما بيسمعوش بعض ما بيحكوش لبعض ما بيتكلموش مع بعض مشغلين بالعالم الافتراضي وأحياناً الزوج بيبقى منشغل أوي بالعلاقات الافتراضية عبر الشات ونحو ذلك ولما الزوجة تعلم وترى في ذلك إهانة وعدم احترام ليها على طول حتطلب الطلاق وعلى فكرة مشاكل كتير في بيوتنا سببها هو ده وحلها إن احنا نخفده شوية من حياتنا أما السبب العاشر والأخير فهو الطموح الزائد أحياناً من الزوج أو من الزوجة والغالب بيبقى من الزوج إن الزوج عنده طموح زيادة أوي في العلاقة الحميمية مع زوجته بسبب إنه هو أدمن مشاهدة الأفلام الإباحية أو بيرى حاجات مند كتير فبيتخيل إن زوجته حتبقى شبه الممثلة الفلانية اللي بتمثل في الأفلام الإباحية لكن طبيعي حيتفاجئ إن زوجته دي إنسانة طبيعية خالص وإن حياتها طبيعية جداً ومش زي اللي بيمثله ويدحكوا على الناس زي ما حضرتك كمان والله إنت مش زي الممثل فلان بتاع أفلام الإباحة وغير ذلك إنت أصلاً مش هو فطموحك الزائد ده وأحياناً أو نادراً يكون من جانب المرأة ده ممكن يبقى سبب من أسباب الطلاق والحل الوحيد خلينا عقلاء ونعيش حياتنا بالواقع اللي إحنا شايفينه مش اللي غيرنا عايزنا نعيش وغصب عننا عشان نبعد عندنا ومنهج ربنا وطريق نبينا صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة